وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وليس معناه أن الرجل يصلي بالشورت كما يسمونه اليوم هذا غلط وهذا للأسف شيء شائع عند الناس قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم هل الشورت هذا زينة تدخل فيها للمسجد؟ هذه حقيقة قلة أدب ونوع من قلة الحياء ونوع من قلة تعظيم بيوت الله جل وعلا هل تستطيع أن تذهب الشورت إلى زواج ابن عمك؟ ما تروح لكن لماذا بيت الله عز وجل تعطيه حقه؟ لماذا لا تعظم بيت الله جل وعلا؟ فلذلك ينبغي على الآباء أن يربع أولادهم منذ الصغر ما يجبهم في المساجد بالشورتات ولدك صغير عمره أربع سنين لبسه ثوب يقول لك ليش يبقى هذا المسجد يا ولدي هذا بيت الله هذا أعظم من أي بيت لكن للأسف الآن لا الآباء يربون أولادهم على السنة ولا الأمهات ولا الآباء أنفسهم يتربون على السنة إلا من رحمه الله تجل رجال عمره أربعين خمسين يجي للمسجد بالشورت وأردأ منه إذا كان الشورت قصير فخرجت فخذه بطلة صلاته لا صلاة له باتفاق المذاهب الأربعة بل قول عامة الفقهة رحمنا الله وإياهم بل أصحابنا الحنابلة يرون أنه يجب مع تغطية ما بين السرة والركبة إنك تغطي منكبك في الصلاة للحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة وليس على عاتقيه منه شيء فالواجب الحذر وهذا يخصنا به الفريضة في القول المشهور عند أصحابنا الحنابلة وهو دائر بين السنية أو الشرطية أو الوجوب والعلماء كلهم متفقون أنه ينبغي على كل حال أنك تغطي جسمك الأعلى فهذا الذي يأتي وهو في نيلة علاك وتلقى آباطه طالعة في الصلاة هذا قليل الحياة ما يستحي لا من الله ولا من الناس وأردى منه لما تجيه ريحة آباطه صنان ولا شعر أبطيه والعياذ بالله نصف متر له متبع للسنة في لباسه وله متبع للسنة في نتفي آباطه أو حلقها فيا أخوان رب أولادكم على السنة أربعين يوم لك حد في مثل هذه الشعور وينبغي أن نحرص ونربي أولادنا على اللباس المهم والحسن في الصلاة لا تجيب أولادك بالصراويل القصيرة إلى المسجد ولا إلى مجالس الرجال عودهم على الملابس ملابس الرجال والملابس الإسلامية التي ينبغي أن يلبسها الشباب وكل بلد بحسب لباسه لكن يلبس الإنسان في المسجد اللباس الحسن في ذلك البلد والله أعلم